ذهنيات لازم تتغير ولازم نمشو مع الإعاقة ونرافقوها ونتعامل معها يعني كحق دستوري يعني من حيث العيد الوطني هو إطار جزائري كف ينتمي إلى شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة قرر خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظمها في الرابع ماية المقبل فاختار حزب الحرية والعدالة لتمثيل فئة الإعاقة نقول لك أن نوصل إن شاء الله أننا نكون صوت كل الجزائريين كل المحرومين كل من يعني يعني اللي عنده انشغال يوصلوا ياسين ميرا شاب والطموح في عقده الرابع حائز على الدكتورة دولة في الاتصال السياسي من جامعة باريس يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية للتربية والتشغيل والتضامن مع المكفوفين إضافة إلى كونه مديرا فرعيا في الدوان الوطني للمطبوعات المدرسية فرع البراي أمله كبير في دخول قبة البرلمان للتمثيل السياسي لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة هذه الفئة الهامة من المجتمع بغية الدفاع عن حقوقها التحديات أولا الوصول إلى المقعد بحد ذاته تحدي لأنه موش أمر سهل ولكن موش أمر صعيب كذلك لأنه ثقتنا كبيرة في المواطن الجزائري في وعيه في ثقافته في اندفاعه لجعل الأفراد الكفء في تمثيله إذن هو تحدي لمواصلة مشوار الدفاع عن حقوق شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر بوابة مبنى زغود يوسف ترجمة نانسي قنقر